ظهور فايزة أبو الناجة مستشارة الرئيس للأمن القومي يعتبر نادر إلى حد الناس لكن هي ظهرت مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في جولة تفقدية بشارع الشريفين في منطقة البورصة بعد تطويرها احنا بالمناسبة حضرنا في رأي عام عملية التطوير واللمسات الأخيرة قبل الافتتاح وزي ما حضراتكم شايفين في الصور الوفد تفقد أعمال التطوير في المنطقة ومثل مبنى الإذاعة المصرية مبنى بنك قناة السويس وفندق كوزمو بوليتان والتقوا مع عدد من أصحاب المحلات والمطابع في الشارع وجه أيضا المهندس إبراهيم محلب ضرورة استكمال أعمال تطوير منطقة البورصة والشوارع الأخرى بجوار الشريفين ترجمة نانسي قنقر